مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر البحريني في الوقوف إلى جانب الأشقاء والأصدقاء في ظروفهم الصعبة من عاصمة مملكة البحرين المنامة إلى جميع الشعوب الشقيقة والصديقة تنطلق المشاريع الإغاثية لتصل إلى شتى بقاع العالم مؤكدة استمرار مملكة البحرين بتقديم المساعدات للمحتاجين في جميع المجالات وتأمين حياة كريمة لهم الهلال الأحمر البحريني نظم هذه الحملة الإغاثية للجمهورية العربية السورية انطلاقا من حرص المملكة على مساندة الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف المعاناة الإنسانية خاصة بمجالات الإغاثة ومواجهة الكوارث ومجالات الصحة العامة والله الحملة الحقيقة شيء ضروري بالنسبة حق أخواننا في سوريا ظروفهم المعيشية في الكثير من الناس سعبة خوصا يعني بعضهم بيوتهم غير موجودة وتغني في معسكرات هذه شيء نسبيا يعني ساهم في الموضوع لكن إن شاء الله دائما المساعدات بتكون مستمرة يعني في كل مدة يكون فيه مساعدات بحرين معطاء وجمعياتنا أيضا الجمعياتنا الأهلية أيضا لها دور بارز في تقديم المعونة فلذلك حرصنا أن تكون هذه المساعدات حسب الاحتياجات الفعلية الحمد لله نحن بمجتمع متكاتف ولذلك نحن ليس قريب علينا بمساعدة الآخرين روابط قوية وعلاقة وثيقة ترسخت إثر المساهمة الإنسانية التي تدعم الأخوة وترفع المعاناة عن المتضررين وتخفف الآلامة عن الأسر هذه الجهود ليست الأولى هي جهود قامت فيها جمعيات في البحرين عديدة ومنها جمعية الهلال وغيرها منذ اللحظات الأولى اللي ضرب الزلزال بصراحة كانت البحرين سباقة الأمور مثل ما قاعدت تتحسن بس طبعا بتاخذ وقت طبعا هذا دورنا نحن هنا في البحرين أن الكل نتساعدوا إياهم بحيث أنهم يوصلون إلى المستوى الحياة المعيشية المقبول أو اللائق أو الإنساني احترام الكرامة الإنسانية وتشجيع وتسهيل دعم جميع أشكال العمل الإنساني يأتي ضمن أولويات العمل الإنساني في مملكة البحرين الذي يضع دائما يده على الجروح لتخفيفها بأقصى قدر ممكن لصوني وحماية كرامة الإنسان الاستجابة الإنسانية السريعة من قبل الهلال الأحمر البحريني لتقديم كفة المساعدات للمحتاجين في مختلف بقاع العالم تعقص حرص مملكة البحرين على تقديم هذه المساعدات وإصالها بكل سرعة وكفاءة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين